السلام عليكم مرحبا كيف كون شو الاخبار اليوم رح نبدأ نتعلم كيف بدنا نرسم بورتري بالقاعدة اساسية كل اياتنا لازم نعرف كيف نشتغل عليها اللي هي قاعدة العين خلينا نبدأ من الاساس كيف اول شي رح ناخد العين اليمين رح نرسم العين اليمين بالشكل اللي يلي بدنا او اذا عام ننقل بنصورة ااءه قام نقل الشكل الصورة وبنشتغل البورتري كامل ع العين اليمين بدنا نرسم العين اليمين خط 우리는 الالوين وبعدين بنمشي من العين اليومين للعين اليسار بخط مستقيم علوي وخط مستقيم سفلي هيك بتكون اي العين اليمين عطتنا عرض عين اليسار وبعدين بالألم بقيس قديش طول العين عندي اليمين بعين الطول ببوزة الألم وبالسبابة وبقيس طول العين التاني يعني إذا بين العين إذا العين إياسة 2 سنتي فبين العين والعين 2 سنتي تمام القاعدة العامة بتقول أنه القاعدة العامة بتقول أنه القاعدة طوله عين وربع طيب هل هو لكل الناس عين وربع؟ لا طبعا بتغير من شخص لآخر كيف مو أي شخص يعني بتغير من رجل لأنثى لطفل أكيد رجل بيكون أكتر بميليهات الطفل بيكون أقل بميليهات يعني ميلي أو 2 بيفرق كتير طيب هلأ الرسمة سابقة سابقة صوتي شوي بس الشرح هيكون يعني بعتقد أنه الشرح واضح طيب هننزل بعين وربع يعني إذا العين 2 سنتي فالأنف لازم يكون 2 ونص تمام؟ لأنه عين وربع لحتى أعرف وين بدي أضيف الحواجب فأنا برسم بشكل مثلث معكوس لتحت هيك أعطاني طول الحاجب طيب قدر في مسافة بين العين والحاجب هو ياس نصف عين أو عرض عين يعني نصف عين تقريبا إذا كانت 2 سنتي العين فنصفها 1 سنتي فهيكون بين العين والحاجب 1 سنتي عرض الأنف ياس عين يعني إذا العين 2 سنتي لأنف 2 سنتي ونترك مسافة بين الأنف والشفايف عرض عين أو نصف عين إذا العين 2 سنتي فهنترك 1 سنتي بين الأنف والشفايف رح ننزل للأنف بخطين مستقيمين من بداية العين الأولى وبداية العين الثانية عطانا عرض الأنف بعدين ننزل بخطين مستقيمين من بداية البؤبؤ اليمين وبداية البؤبؤ اليسار لتحت العند الشفايف هيك عطتنا القاعدة طول الفم طيب الجبهة طولها ما له قاعدة ثابتة بيتغير من شخص لآخر أما الدئن فهو طوله طول العين إذا العين عنا 2 سنتي فالدئن كمان 2 سنتي وبيختلف من شخص لآخر بميليهات خفيفة هاي القاعدة الأساسية إذا عرفناها فنحنا حيكون شغلنا كل ياته مزبوط طبعا هاي القاعدة بالبداية إذا نتعلم عليها رسم البورتريهات بالبداية ما هبتعطينا نسبة شبه عالية ليش؟ لأنه نسبة الشبه بتعتمد على ضقة النظر وعلى استمرارية الرسم يعني على التدريب المستمر بديت إرسوم الحواجب طبعا فيه بقناتي للحواجب فيديو لحال تدريب فيه للعين تدريب لحال فيه للأنف والشفايف تدريب لحال فالفيديو هات مخصص بس لتمرين على قاعدة العين طبعا هاي الصورة نحنا عم نرسمها من خيالنا بس لحتى نتدرب على النسب بين العين والعين بين العين والأنف وبين الأنف والشفايف في الدئن وهكذا أو وهكذا طيب طول الدئن بيكون بدايتها من عند العين ونهايتها عند نهاية الأنف تمام؟ فينا نرسم نرسم بقاعدة الدوائر أو بشكل الدوائر بالنسبة للأنف والشفايف وفينا نرسمه بشكل عادي إذا عم ننقل بصورة من صورة عادية فيفضل أنه نحنا نحاول ندقي كتير بالصورة بشكل رسمية الأنف بشكل رسمية العيون وإلى آخره أما نحنا هون عم نرسم من خيالنا منطقة بارزة بتكون فيها إضاءة وكل منطقة غائرة بتكون مظلمة وكيف بدنا نخليها مظلمة فنحنا نضيف تدرج رصاصي طيب خلينا نحكي أول شي على أماكن البارزة إذا جربتوا تلمسوا وجهكن فحتلاقوا أعلى الخطين في بروز معناتها في إضاءة منتصف الجبهة ومنتصف الدئن في بروز خفيف معناتها في إضاءة والأنف طبعاً اللي هو شي مفروغ من النوع بارز اللي هو طالع شوي عن الوجه فهو فيه إضاءة وبعدين طراف الأنف فيه مكان غائر شوي فهون رح نضيف تدرج طراف الوجه معناتها رح نبدأ ندرج بطراف الخدود ونحن وفقاتين على المنتصف على منتصف الخد من درج أقل الشي لازم يكون فيه 3 درجات من طرف الخد لمنتصف الخد ومن طرف الأنف لمنتصف الخد نفسه لازم يكون فيه 3 درجات على الأقل حنبدأ داير مدور اللجبين غامق ونحن مفايتين على منتصف منفتح بشكل تدريجي فاتح فأفتح فإضاءة بالمنتصف الجفن العين أو أسفل الحاجب كمان طرافه حيكون غامق ونحن مفايتين على منتصف منفتح يعني هي ما نقاعدة ثابتة بتتغير حسب وجود الإضاءة بالنسبة للصورة اللي عم نرسمها أو إذا عم نرسم لايف بتختلف حسب ميلان الوجه طبعا القاعدة العامة بتختلف كمان حسب ميلان وجه حسب النظرة اللي عم يتطلع عليها هذا الإنسان أو هذا الشخص اللي عم نرسمه أو البورتري اللي عم نرسمه فالاختلاف فالاختلاف موجود بأي صورة ممكن نرسمها بالنسبة للنسب ميليات خفيفة بالنسبة للإضاءة بتختلف حسب الإضاءة الموجودة بالصورة اللي عم نرسمها نحن هون عم نرسم نظرة إنسان مستقيمة أو عادية فنحن عم نشتغل على هذا الأساس ظللنا طراف الأنف ظللنا طراف الجبهة ظلنا طراف الخدود ودمجنا بقطعة محرمة وقطعة قطنة وبديت رسوم الشفايف غمقت أول شي فتحات الأنف بلون الأسوات غمقت طراف الأنف كمان هون عم بيستخدم أنا بي فور و بي سيفين تقريبا ضفت بالستدلر بلاك بقلم استدلر بلاك الأماكن السوداء كتير وبديت أرسم أو ظلل الشفايف لازم الشفايف تكون درجتها طبعا أغمى من درجة البشرة تمام مشان يكون فيه اختلاف حاولنا نترك أماكن البروز مضاقة ما نقرب عليها رساس فلما دمجنا بالمحرمة أو بالقطنة ظلت ظلت البياض بس بشكل مخفف كتير لازم نتبين الإضاءة إنه هي تلقائية ما نحددها تمام هلأ بديت ضيف التفاصيل للوجه اللي هو الرموش الأماكن الغامق المظللة بالنسبة للشفايف إلى آخر هل هذا الشيء ما رح أحكي عنه لأنه منزلته بقناتي إن كان رسم الرموش بطريقة سلسة وسهلة إن كان رسم الشفايف كمان بطريقة كتير سهلة والأنف والشعر كمان منزلة فيديو عليه والحواجب فكله هاد مشروح هون رح ساوي بس خصلة خصلة للشعر ممكن نكمل الفيديو إن شاء الله بدرس قادم الشعر الأسود اللي رح نرسمه هأرسم حاليا أنا بستدلر بلاك تقريبا الدرجة بي فور تمام طبعا رصاص بيكون رصاص بس أسود مختلف عن الدرجات الموجودة بالسوق العادية وتواجدها بيكون تواجدها بيكون بالبلاد العربية بس أونلاين الصفحات اللي اللي بتتعمل بس بالرسم أما البلاد الأوروبية بتدري تلاقي أو بتقدر تلاقي الستدلر بلاك به أي مكتبة كبيرة أو عبر عبر موقع الأمازون مثلا أو هيك أو موقع مصر مصر سوق كوم بعتد في عندون استدلر بلاك طبعا ممتع كتير الرسم فيه بجنين يعني أحلى من ألم الفحم وأحلى من الرصاص كونه أسود بنفس الوقت بنبرها بسهولة ألم الفحم ما بنبرها بسهولة بديت بديت الشعر مثل ما حكينا بالمرات القادمة مرات السابق عفوان بديت بالشعر المرحلة الأولى أني أرسم خطوط قريبة من بعضها كتير خطوطي انسيابية بحاول إبدأ من بداية الشعر غامق ومن نهاية من نهاية الخصلة بشعر غامق يعني فعليا حاولت أترك إضاءة بالخصلة بشكل تلقائي أني لما أدمجها يضل هاي المطقة فاتحة أنا رح أحكي كل الشرح كامل ورح أترككم تكملوا مع الفيديو بدون صوتي بعد ما سابي المرحلة الأولى اللي هي رسم اللي خطوط بطريقة انسيابية أطوالها مختلفة ما تكون أطوالها مع بعضة بيبدأ المرحلة الثانية اللي هي الدمج فيكي تدمجي بأي أداة بتحبوها يعني أنه ممكن بريشة ممكن بالمدعكة وممكن بريشة ماكياج يعني اللي بتحبو ما بقوا يددمج ما بدمج كتير لدرجة يروح الخط لا بدمج لدرجة أنه لطبقة كلها تصير طبقة رمادية أو الخصلة كلها تصير رمادية والخطوط يلي عاملتها ما تروح هون لكني رح أبدأ بهاي المرحلة اللي هي الدمج هاي ريشة ماكياج وأنا أصصتها لحتى تصير يصير دمجة معقولة المرحلة الثانية برجع بكمل بكمل بعيد الخطوة نفسها الأولى خطوط قريبة عبعضة ألمي مبري كتير مني حبوثتها رفيعة برجع بعيد مرحلة المرحلة الثالثة بساوي نفسي طريقة طبعا كل مرحلة عن اللي أولى بتضيف تفاصيل صغيرة ما بتعطينا عيد زرو أو محايا أحس أنه عم تستفيدوا عن جد من شغلي وبتمنى كتير تقولولي شو رأيكم شو حابين تتعلموا شاركوني أهراءكم هاد الشي كتير بيسعدني وإذا بتحبوا كمان تبعتولي رسماتكم على صفحتي أنا عم ضيفها بالوصف صفحة الرسم عم ضيفها بوصف بوصف الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا 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 شكرا